اشتركوا في القناة من المخاطر المرتبطة بتلك الجراحي والمملكة أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة قصر الأموال وتموين الإرهاب وعادة التي تهدف إلى مكافحة قصر الأموال وتموين الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة به وتجفيف منابعه وقد أشاد تقرير التقييم المتباكل حول المملكة العربية السعودية والذي نشره فريق العمل المالي فاتف في سبتمبر 2018 لمستوى التزام السعودية بتوصيات المدونة وأوضح التقرير أعني تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة قصر الأموال وتموين الإرهاب قوية ومتينة وبالتالي يأتي على كل مناحي الحياة بالهدم والإبطال السادة والسجدات لقد أقرت المملكة العربية السعودية العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غصر الأموال وتموين الإرهاب بهدف الحق من المخاطر المرتبطة بتلك الجراهب والمملكة أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غصر الأموال وتموين الإرهاب ماذا الإجرامية لغصر الأموال وتموين الإرهاب باعتبار أن إحنا هاتين الجريمتين في الغالب رافداً للآخر متنم لأركانه مقصود في متأجه فكم من جريمة تموين الإرهاب غذيت أصولها ومؤلت أركانها من جريمة غصر الأموال مما يقع على الدول العلو في إطار مكافحة تلك السلوكات الإجرامية داخلياً وخارجياً عبر المطر القانونية والإجراءات الاخترازية والتدابير الوقعي وقبل ذلك كله بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الجرائم أيها السبلاء لعنى من أهم الخطوات الإيجابية اشتركوا في القناة